النهاردة كريم بن زيمة يقرر الاعتزال الدولي كريم بن زيمة صاحب التاريخ الكبير مع المنتخب الفرنسي مع ريال مدريد يعتزل دولياً خسرة فرنسا بكل تأكيد اسم كبير جداً جداً في عالم كرة القدم وخسرة كرة القدم اسم رائع زي كريم بن زيمة انه يبقى موجود على المستوى الدولي بصراحة شديدة بدأت الحلقة النهاردة بكريم بن زيمة عشان شايفه اكتر لاعب في العالم مظلوم مظلوم جداً مظلوم من اول حتى منتقل لريال مدريد في 2009 مظلوم طول الوقت مظلوم طول الوقت ما بياخدش حقه سنادي بس سنادي بس افضل لاعب في العالم عن كل استحقاق وجدارة كريم بن زيمة لم يشارك مع منتخب فرنسا في منديال 2018 اللي فازل بيه في فرنسا بسبب امور بعيد عن كرة القدم في 2022 انضم لهذه القائمة وتقال انه مصاب وخرج من هذه القائمة وعرفنا بعد كده الاصابة كانت خفيفة وكان يقدر يكمل مع منتخب فرنسا والدليل انه اتدرب مع فريق ريال مدريد بعد المساب المعسكر ولعب كمان مباراة والدية مع ريال مدريد زلمة كريم بن زيمة مشاكله مع ديدي شامب اللي انا متأكد او مش متأكد متصور ان المخطئ فيها هو ديدي شامب يعني ايه معاك افضل لعب في العالم ومتاخدوش معاك المنتخب لاي سبب كان خاصة انه معروف عن كريم بن زيمة انه لعب هادي مهزب ما عندوش مشاكل يعني كريم بن زيمة اتقال انه خرج من المعسكر المعسكر المنتخب الفرنسي باصابة وبعد كده قبل المباراة النهائية نازل استوريو قال فيها انه هو مش مهتم بعد ما اتقال انه الرئيس الفرنسي دعاه ليه حضور المباراة النهائية لفرنسا امام الارجنتين واتقال انه مشكلة ديشام او مشكلة بن زيمة الاخيرة مع ديشام سببها انه هو ديشام ما هنهوش بفوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم بصراحة خبر حزين جدا وخبر مؤذي جدا عشان كريم بن زيمة ده يعني إيه عشرة كورة لما نضم الإيران مديد في 2009 ظلم بوجود لاعبين ما كانوش عظماء في التشكيلة وقتها وبعد كده جاله هجوين المهاجم المش عظيم ومش كبير مهاجم الأرجنتين يعني كان بياخد مكانه الأساسي في الفريق ولما نضم كريستيانو رونالدو بقى كريم بن زيمة لسنوات ظل لنجومية وأسطورة كريستيانو رونالدو الناس يتحدث دائما عن كريستيانو رونالدو اللي بيكسب ريال مدريد وبينسوا كريم بن زيمة اللي طلع رونالدو وقال إنه لولا كريم بن زيمة كان فيه أمور كتيرة في الشكل اللي ريال مديد تغير لما رحل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد بدأ يظهر كريم بن زيمة وكأنه نجمة أوحد للفريق نجمة أكبر للفريق خسرت فرنسا بالتأكيد كريم بن زيما بصراحة ظلم ظلم جدا في كاس العالم 2018 ظلم جدا في كاس العالم 2022 ودي كيت نتيجة طبيعية لهذا الظلم أرقام كريم بن زيما مع المنتخب الفرنسي أرقام رائعة جدا لعب 97 مباراة سجل 37 هدف وصنع 17 هدف وترتيبه بين هداف المنتخب الفرنسي الخامس تخيل جيرو يبقى الهدف التاريخي للمنتخب الفرنسي وكريم بن زيما طبعا عشان عدد المشاركات طبعا مش تقليلا في جيرو ولكن احتراما لقدرات كبيرة وعظيمة لأفضل مهاجم في العالم كريم بن زيما طيب